اكتك اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة واليوم سنحكي عن اشهر الطرق لاختراق الفيسبوك او اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ان كان تويتر ان كان ايميل لك كل اياتهم شو هي اشهر الطرق المتبعة لاختراق هالحسابات هاي خليكم معنا لا تعرف تفاصيل اكتر اكتك اهلا وسهلا بكم معكم عمار ابو كورا واليوم موضوعنا عن اشهر الطرق لاختراق اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي او حتى ايميلك شو هي اشهر الطرق المتبعة ومين الملام الاول والاخير ومبلش بالطريقة الاولى يلي هي تدعى بالفيشنج او الاسطياد هالطريقة هاي بقى ظهرت من فترة خلينا نقول بعيدة من ايام الامي سينجر والهوتمل وبعدين خلينا نقول انه بطلت زافع عالية ورجعت هلا من جديد كمان عم تظهر مرة تانية ولكن بطريقة احترافية اكتر بتقوم الطريقة على التالي بيوصلك ايميل انه لديك رسالة هامة انقر هنا لقراءتها اول الشي هو الشخص اللي باعت هذا الايميل وكأنه الفيسبوك خلينا نقول هو اللي باعته وكأنه الفيسبوك اثر لك انتباهك انه في عندك رسالة هامة لازم تضغط هنا لحتى تقراها فانت لا شعوريا كبس على الزر اخذك على صفحة مشابهة تماما للفيسبوك نفسها نفسها الاختلاف الوحيد بيكون بالرابط اللي موجود باعلى الصفحة دخلت اليوزر نيم والباسورد تبعك بدون ما تنتبه طال حساب الفيسبوك عندك وهي نقطة اساسية جدا دائما يا جماعة الخير انتبهوا وين عم تحطوا اليوزر نيم والباسورد تبعكم انتبهوا ليش عم ينطلب منكم اليوزر نيم والباسورد تبعكم الرابط دائما تبع الفيسبوك تبع تويتر تبع انستجرام تبع كل مواقع التواصل الاجتماعي تبع الجيميل تبع الهوتميل دائما بيكون في ناحو اصارة افل خضرة بما يعني ان الموقع محمي اذا ما كانت موجودة هاي الاشارة معناتها في شي خلل في خلل معين لا تدخل كلمة السر تبعت ابدا باي موقع انت شاكك فيه ولو واحد بالمئة طبعا هاي الطريقة هلا حاليا منتشرة بتركيا ومستهدف البنوك بسبب انتشار المقتربين بتركيا عم يصير عم يتم انتحال بناء صفحة تشابه لصفحة البنوك وعم يروح بمبعث انه والله وصلك حوالي بالتأكيد ادخل لحتى اهي بروح بحط اسم المستخدم ورقم حسابه بحط كلمة السر بكون سلموا اياهم فعليا هو للشخص المعنبي اه او الشخص اللي عم يحاول يخترق فبتي صارت حالات انه تم سحب مبالغ بها الطريقة هاي على استزاجتها وعلى بساطة ولكن بامكانه نتأدي له اختراق كامل لكل اشي والملامة الاساسي هو انت هو الشخص يلي ما انتبه وين عم يحط كلمة السر او ما انتبه وين عم بيزود معلومات البنك تبعه والطريقة الثانية هي تعطاها بالكيلوغر او الراتز الكيلوغر بما معا ازا بنحكيه بالعربي البسيط هو عبارة عن برنامج بيسجل كل الكبسات اللي بنكتبها احنا على الكيبورد هذا البرنامج او هاي الاداة اول ما تم اختراعها تم اختراعها لمراقبة الموظفين انه ما عم يستخدموا الاجهزة الكمبيوتر لشغلات اخرى غير داخل العمل فكان يتركب جهاز صغير او مثل يو اس بي بخلف الجهاز او يكون برنامج نازل على الجهاز نفسه وبتم ارسال تقارير عن مسلا المواقع اللي عم يتم الدخول اليها على سبيل المثال اه الاشياء ازا فيه شاتينج مسلا عن سبيل المثال بتم ارسال تقارير دائما بهذا الموضوع ولكن انت ما عد تم استخدام هالفكرة هاي للموظفين واستغلوها الاشخاص الهاكرز لسرقة معلومات الاشخاص اللي بيصير اما بيكون في يعني موجودة هاي الدنقل مسلا انت رايح على كافينيت على سبيل المثال فموجود فيها هاي موجود هذا الدنقل موجودة وهي موجودة بالجهاز وبالتالي هي عم تسجل كل المعلومات وجرد ما انت امت رحت بيجي شخص تاني بياخد هال يو اس بي بيحطه بمكان تاني بيقراها ببرامج معينة بيشوف انت اه الموقع اللي فلت عليه بعدين اللي حطيته بعدين اللي حطيته فاخد هالمعلومات كل اياتا او عن طريق برامج بتنزل على الكمبيوتر نفسه واكثر اشخاص بينصوا بهذا الموضوع ان الاشخاص اللي بيضلوا بيفطلوا بيدوروا بده كراك لبرنامج معين بده برنامج قصة بده بنزل من اماكن معروفة واماكن غير معروفة وكل ما نزل برنامج بيقول له بيطلع له بيطلع له بيقول له يا ابن الحلال هذا في فيروس بيقول له ما في مشكلة خلص خليه ينزل بيتفاجأ اخر شي انه صروا حساباته بهالاسلوب هاد فلازالك لازم كتير ننتبه لالامور اللي عم نحمل عن طريق الانترنت لالتاشر اللي بيصنع عن طريق الايميل مسلا حتى لو جايك التاشر من صديق اليك خلي عندك دائما لازم جهازك يكون موجود في انتي فيروس ان كان كاسبرسكي ان كان نود بغض النظر شو اسم الانتي فيروس لازم من الضروري ان يكون في عندك انتي فيروس ودائما محدس لاخر اصدار اب تو ديت دائما بحيز انك تحسن تحمي حالك من هالموضوع هاد لانه هون ممكن ياخد لك محادثاتك ممكن ياخد لك كلمات السر تبعك ممكن ياخد لك ممكن ياخد لك كل شي انت بتملكه فكمان الملام الاول والاخير هو انت لانك ما عندك انتي فيروس على سبيل المثال فدائما ننتبه للاشياء اللي عم نحملها ننتبه للمواقع من وين عم نحمل هالمواقع هي ممكن من قال انه هذا كراك على سبيل المثال برنامج فلاني معناته خلاص اوكي يلا فورا ناخده لا دائما اي برنامج يكون موجود بيكون في عليه ريفيو يكون في عالم حاكل عالم مشتكي منه العالم اعلم انه منيح العالم اعلم منيح نقرأ كتير قبل ما ننزل اي برنامج عنا على الجهاز اما بالنسبة للطريقة الثالثة فعلى بساطة ولكن هي اخطرهم اليوم كل حسابات السوشيل ميديا طبعا مربوطين بايميل واحد فيسبوك انستجرام تويتر يويتوبي كلها طب مربوطين بايميل واحد حلو كتير رححنا حطينا كلمة سر الفيسبوك جريدة حطينا كلمة لطويتر جريدة وحرف وحروف وارقام وفوق وتحت وكذا كل امورنا تمام فيسبوك طبعا مامن وحطين كلمة سر الايميل من الواحد للستة يعني اذا إذا الإيميل طبعك مو محمي فأنت مالك محمي أبدا مفروض إيميلك دائما تكون باسورد طبعه معقدة ما تكون اسم حدا بتعرفه هذا كلام هذا الطريقة اللي بعدها حنحكي فيها ما تكون شغلات بديهية للأشخاص كتير تكون شيء معقد زائد ضروري كتير منفعل خاصية التحقق الثنائي يعني بعد ما تدخل كلمة السر انت المفروض بيصلك إما بيصلك مسيج على موبايلك أو بيصلك عن طريقة التطبيق انت منزله على جهازك بيعطيك رمز تاني بحيث دائما فيها الله صمح الله حدا كشف كلمة السر ما يحسن يحصل على كلمة السر التانية اللي بيديه إياها لحتى يحسن يدخل على إيميلك وبتايز دخل على إيميلك كل السوشال ميديا تبعه كل حياتك الرقمية خلا نقول تم الاستلاء عليها بلمح البصر وأما الطريقة الأخيرة المتبعة فهي الهندسة الاجتماعية الهندسة الاجتماعية هي تعتبر من أخطر الطرق على الإطلاق كل الطرق السابقة اللي ذكرناها انت مو بالضرورة تكون مستهدف بعينك يعني مش بالضرورة انه والله جاي استهدف انا اكس من الأشخاص او واي من الأشخاص لحتى اخترقه ممكن تكون انت واحد من الأشخاص اللي دربست بالسيرة بس فقط لأكتر والأقل ولكن لا في أي إطار شخصي ولا في أي معلومة بمفيدة بده ياخدها منك بالأخير بده يخترقك وآخر شي بعتلك إيميلي يقول لك يا بتدفع مصاري يا ما كل شي راح عنك عليك هاي راس مالها مرحبت البحي ولكن الهندسة الاجتماعية لا الهندسة الاجتماعية انت بتكون مستهدف أنت شخص مستهدف لهذا الموضوع لأنه الهندسة الاجتماعية تقوم على دراسة الشخص نفسه والتنبؤ بشو ممكن يكون مستخدم كلمات سر في حال انت عم استخدم كلمات سر عادية حيتم التنبؤ بانت شو كلمات السر اللي انت عم تستخدمها يعني على سبيل المثال انت حاطت مثلا كلمة السر تبعك مثلا اسم مثلا زوجتك مع تاريخ ميلادك مثلا هلا الاشخاص هدول اللي بيعملوا هالدراسة الاجتماعية هاي او دراسة او خلينا نسميها الدراسة الاجتماعية العكسية بحيس انه يرجع بالاحداث اللي انت عم تعملها حيطلع حيلاي انه انت شخص مثلا بتحب زوجتك بشكل كبير او بتحب اختك او بتحب اخوك بشكل كبير فحيبلش يخمن ممكن يكون الاسم ممكن يكون تاريخ ميلاده حيكون يعني مجموعة كلمات السر اللي بدي يجربها عدد قليل بناء على الشي اللي انت عم تتصرفه على السوشال ميديا بناء على الشي اللي انت عم تتصرفه بحياتك اليومية فهاي النقطة في حال ان احنا كنا عم نستخدم كلمات سر مربوطة باشخاص ومربوطة باشياء في عنا نسبة احتمالية كبيرة انه يتم كشف هذا الموضوع في حال انا كن شخص مستهدف فلذلك المفروض بنرجع من اكد عليها مرة تانية كلمات السر ما تكون شغلات لها علاقة باشخاص ما تكون شغلات لها علاقة باماكن معينة لا تكون كلمات سر بعبارة عن احرف وارقام لاي اي طريقة لاي اي 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 خوارزمية اي طريقة تفكير بحيس انه انت تولت كلمة سر معقدة ما تولت كلمة سر هي عبارة عن اسمك وتاريخ ميلادك على سبيل المثال او من الواحد للستة واحد للتسعة هاي كتير مهمة وبدراسات تم اجراءها على الكلمات السر اللي عم تتسرب تم ايجاد انه فيه نسبة كتير كبيرة من الاشخاص بيعتمدوا هذا الموضوع اللي هنا استخدموا كلمة السر هو عبارة من الواحد للتسعة او عبارة عن اسمه زي تاريخ ميلاده واسم شخص بيحبه مع تاريخ ميلاده فهي النقطة كتير 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 مهمة اليوم حياتنا الاجتماعية السوشال ميديا او حياتنا على السوشال ميديا الاجتماعية صارت محور حساس جدا عليها الصور تبعا عليها محادثات خاصة عليها حتى بعض الاشخاص باني بزنس كامل عليها على السوشال ميديا فموضوع اختراق هالسوشال ميديا موضوع اختراق ايميالك موضوع اختراق حساب الفيسبوك تبعك قد يكون لبعض الاشخاص موضوع كارثي مدمر خليه بلش من تحت الصفر وليس من الصفر فهي نقطة كتير مهمة لازم ننتبه عليها ولازم نؤمن على تبعونا على حساباتنا ان كان على فيسبوك ان كان على تويتر ان كان على الجيميل تبعنا كلياتهم هدول بيعطوك ميزة التحقق الثنائي ضروري كتير انه تفعل ميزة التحقق الثنائي بحيس انه لما تجي تدخل على حسابك يطلب منك كلمة السر من جلال ما دخلت كلمة السر بيرجع بيطلب منك مرة تانية انه انا بعتت لك كود اما على موبايلك او على تطبيق موجود على موبايلك في كلمة السر تانية لازم ترجع وتحطه هون لحتى تحسين تدخل انت وانا فانت شخص غير مخوى له بالدخول وبنهاية الحلقة بحب اذكر لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا بالقناة شكر كتير كبير لكم لدعمكم لللايك اللي عم تحطوها للشير اللي عم تحطوها والاشخاص اللي معلوم مشتركين بتمنى ان تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس ليصلكم اخر الفيديوهات كان معكم عمار ابو قورة ومنلتقى بحلقة جديدة بإذن الله